كابتن أحمد مجلس الإدارة دور مجلس الإدارة وطبعا كابتن محمود الخطيب وانه الفترة الفاتت مش بس أي بعثة بيكون موجود حتى لو مش موجود مثلا في مباراة تنزانيا في اتصال دائم يعني مع طبعا الجهاز الفني على طول بيتطمن على الفريق على طول بيشوف لو فيه أي حاجة نقصاهم ودايما يعني فيه دعم نفسي قوي جدا من كابتن محمود الخطيب نفسي طبعا كابتن خطيب محدش عقول كلمة عليه فيه دعم طبعا غير إذا كان دعم نفسي طبعا دعم للفريق والصفقات اللي بيجيبها بتخلي شكل الفريق مختلف آخر الصفقات مثلا لو كلمنا على بواليا أو كلمنا على بدر بنون من مدافعين الجديدين جدا اللي حصل كلام كتير جدا في الشرع المصري إيه بدر بنون إيه بدر بنون لحد فعلا الناس شافت بدر بنون ده العيب جايد إزاي وأتمنى إن شاء الله بواليا يثبت للناس برضو إزاي إن الصفقة دي صفقة جيدة ومجلس الأدارة إزاي يكون عنده القرار الصح إنه وجاب بواليا زي ما كان يخذ القرار الصح وجاب مستر موسماني أكيد شايف إنه بعد الهدف اللي قدر يجيبه في المباراة اللي فاتت هيفرق معاه الفترة اللي جاي يعني يتوقعتك أنه خلاص كده بواليا خد السقة ويقدر الفترة اللي جاي نشوف بقى فاكر فترة فلافيو قعد فترة كده وبعدين شوفنا يعني من أعظم الهدفين أي مهاجم بتقابله فترة سوء توفيق وفترة توفيق والنقلة نفسها لبواليا من نادي الجونة للنادي الأهلي دي نقلة كبيرة جدا دي مثلا يعني برضو بواليا لما بيلعف الجونة عنده في البلد بيلعف الجونة النقلة نفسها بيلعف بطل أفريقيا الموضوع نفسه تلاقي البلد كلها عنده إيه اللي حصل لنادي الأهلي بيحتاج وقت شوية أنه هو يعني يركز ويدق آه أنا بيلعف في نادي الأهلي يصدق فأنا هو عايز يصدق أنه هو بيلعف في نادي الأهلي دلوقتي لكن هو لعب جاي جدا والهدف ده هيدينه سق طبعا لأنه طبعا هو عايز يثبت أنه هو وده كله ضغط عصبي على اللاعب لأنه برضو بيوصله السوشال ميديا أولا تفتكر أن السوشال ميديا متوصلوش بقى فيه ناس من بلده بتوصله والناس بتهاجم الصفقة دي والناس بتهاجم وجودك في النادي الأهلي وهو الهدف ده هيدي له ثقة شوية يرتاح شوية يبدأ ليأدي أحسن لكن أنا شايفه كمهاجم لا مهاجم جايد جدا وأنا شفته هو في الجنة كمان مش في النادي الأهلي مهاجم جايد جدا بالنسبة السوشال ميديا كابتن كنت عايز أقولك برضو أنه يعني الانتقادات مش غلط وبالعكس دايما بقولك يا من حق أي حد من الجمهور ينتقد أي لعب فنيا بس دايما لما الموضوع بيدخل في حتة التجريح وأنه تقول كلام يهين اللاعب ده أو الشخص ده وأهله وعيلته ويشوفوا الكلام ده حاجة مدمرة نفسيا أكيد برضو أنا حتى الحتة الفنية دي برضو يعني أنا كجمهور النادي الأهلي أنا صعب أول أن أهاجم لعب عندي في النادي الأهلي أتمنى له التوفيق أتمنى له أقولي لا لازم يركز شوية بصي حتى فيه كلام كده ممكن يتقال لكن فيه تجريح بيتقال صعب جدا أي لعيب يقبله ويقبله كمان من مين من الجمهور اللي هو بيحبه جمهور النادي بتاعه فيه كلام تاني لا يا مراون معلش مثلا يركز شوية يا صلاح مثلا لا لا حاول تهتم شوية يا ناصر مثلا لا معلش أنت لازم من الإصابات كده يعني فيه حاجات كتير إيجابية لكن فيه حاجات تانية تبقى صعبة شوية في الكلام تبقى